يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو يوتيوب جديد رح نحكي فيه عن أفضل ست مهن بفرنسا بأعلى أجر وبدون شهادات هالفيديو من زمان بدي أعمله وهو موجه بشكل خاص للناس اللي جاي عفرنسا وبدها تبدأ حياة مهنية جديدة لناس ما اشتغلت بحياتها أو ما بدها تكمل بمجالها الأسباب ممكن تكون كتيرة مثلا عملها غير موجود في فرنسا أو ما فيها تعابل خبرتها أو دراستها فيه أو ما بتحب شغلها اللي اشتغلتها طول عمرها بكل بساطة وممكن حابة تبدأ عمل جديد فقط تدريب وبعدين عمل وبنفس الوقت يكون عمل بجيب مصاري وهذا الشي كلنا نبحث عنه أساسا الهدف الأساسي من العمل هو أنه نجيب منه مصاري ويكون كمان متوفر ومطلوب بكل فرنسا بهالفيديو رح أتكرر لكم بعض الأعمال والأفكار اللي فيك تعملها بدون جامعات ودراسات وبنفس الوقت تجيب لك مصاري منيح بس ملاحظة الرواتب اللي رح أقولها بهالفيديو هي حكي انترنت مستحيل يتفقوا عليه اتنين بيشتغلوا بنفس المهنة وبيختلف كتير من منطقة لتانية ومن شخص لآخر وخلينا نبدأ بسرعة بأول مهنة أول مهنة معنا بهالفيديو هي السباك اي اي السباك أو مثل ما بنقوله بالشام عامل الصحية لأن بكل بساطة أي مشكلة مياه بالبيت تصريف بلاليح أو تسريب أو تواليت أو مطبخ كل شي بتعلق بالمياه بالبيت بنحتج له السباك وبأغلب الأحيان ما بنتفعله من جيبتنا يعني التأمين بتفعله أو شركة السكان ولهيك ما بنعرف قديش بياخد لكن أبأكد لكم أنه فاتورته لأقل صيانة مو أقل من 50 يورو ولو تشتغل بهالمهنة لازم تعمل أو بي أو بي يعني فوغمالسيون سنة على الأقل وبعدها فيك تشتغل بشركة وفيك تفتح شركتك الخاصة عندك الخيار حسب شو أنت بتفضل وشو قادر تعمل لو اشتغلت بشركة فحسب منطقتك الراتب ممكن يكون قليل يعني اكتر من اللي سميك بشوي لكن لو فتحت شركة غل خاصة وعرفت تتروج لها وتجيب زبائم او تتعامل مع شركات تأمين وشركات سكن فبيقولوا انه ممكن يوصل مدخول الشركة شهريا للستة الاف وخمسمائة يورو طبعا هون عم نحكي بعد ما يمشي شغلك والشركة منيح وتصير امورك فيها طيبة اما المهنة التانية معنا بهالفيديو فهي الميكانيكي اذا عندك سيارة بفرنسا فرح تقدر تماما اهمية الميكانيكي وخاصة لما تنتزع وما تلاقي حد يصلح لك ياها الا بموعد وهالموعد ممكن تنتظره ايام او اسابيع حتى حزب فضاوة الميكانيكي وحالة سيارتك يعني اذا مستعجلة ام لا تقريبا مثل الطبيب كيف الطبيب بيقولك اذا حالتك طار اتعال يوم اما اذا ما لك مستعجل يمكن يخليك اشهر لا الميكانيكي ارحم شوي بيقولك تعال بعد اسبوعين بعد ثلاث اربعة ايام يعني حسب شو الشغل عنده اما الاسعار فنفس الشي لو عندك سيارة رح تعرف بسرعة انه سعر وقت الميكانيكي وخبرته مو قليل ابدا والحلو انه بامكان اي حدا يتعلم هالمهنة ويشتغل فيها بس لازم يكون بيحبها شوي وبيفهم شوي بالسيارات وما بتحتاج اي شهادات مسبقة اللي بيلزمك فقط انك تعمل فورماسيون سي ابي على الاقل ويستمر لسنتين اكتر الناس بتعملوا التغنانس يعني نص الوقت بتدرس بالفورماسيون والنص الثاني بتشتغل وهالشي احسن من كل الجهات بيعطيك خبرة عملية خلال الدراسة وبتحصل على راتب كمان وهيك بس تخلص الفورماسيون بتكون جاهز مباشرة للعمل وطبعا في طرق اخرى اللي تشتغل ميكانيكي لكن احنا هون عم نحكي بشكل مختصر وبدون كتير تفاصيل واذا حابب نصيحة مني حكا لي ياها ميكانيكي صديقي اعمل فورماسيون بعده او اختص بميكانيكي السيارات الكهربائية ولو دفعت حقه من جيبتك لان مو اي ميكانيكي بحق له يشتغل فيها وكلنا بنعرف ان مستقبل السيارات رايح باتجاه الكهرباء وادا تكون معك رخصة العمل بسيارات الكهرباء وتفتح شغل او تشتغل عند حدا راح تكون فرصك اكبر بكتير من باقي الميكانيكيين ويحقلك تصلح شغلات ما بيحقلهم هنن حتى انه يلمسوها بكراجاتهم لهيك فكر بهالموضوع بكل جدية بالنسبة للراتب بيقولوا انه بيبدأ ب1600 يورو باول عمل اما اذا اشتغلت لحالك فبيحكوا كمان انه ممكن تحصل من 2500 ل 4500 يورو شهرية بما انه حكينا عن السيارات وحكينا خلينا نكمل بشغل اخر له علاقة كمان بالسيارات فاذا عندك رخصة قيادة وبتحب الاسواقة هالمهنتين ممكن يناسبوك وتحبهون كتير الاولى هي سائق الشاحنات او الاوزان الثقيلة متل ما بيقولوا اذا سافرتوا بطرق فرنسا السريعة فبتلاحظوا انه كلها شاحنات عم تنقل اغراض وبالاستراحات نفس الشي بتلاقي الشاحنات اصحابها عم يستراحوا او حتى نايمين فيها وهالمهنة كتير مطلوبة بفرنسا لتشتغل فيها بتحتاج مستوى لغة B1 اذا بدك تعمل فورماسيون عن طريق البول امبلواء ولازم تقنعهم انك ادها المهنة وحاببها وحتشتغل فيها مباشرة بعد ما تعمل الفورماسيون ليش؟ لانه فورماسيونها كتير غالي وبتصل لحوالي 12 الف يورو وفي الها طريقين الاول هو الاسهل وبيطلب 3 ل 4 شهور بس وهو انك تعمل شهدتين اسواقة بأهلوك لسواقة المركبات الثقيلة وجر حمولاتها وبعدين بتعمل شي اسمه الفيمو وبتصير بعدها مباشرة جاهز للعمل اما الطريق التاني هو انك تحصل على تيت خبخو وهذا بياخد منك تقريبا سنة وبالطبع هو الافضل بتحصل من خلاله على شهادة قاطرة مقتورة ونقل محروقات وحمولة لحد 44 طون وممكن كمان تأهلك لقيادة باصات نقل الركاب يعني فرصك بتكبر كتير وبالنسبة لهالشغلة فيك تشتغلها اذا كنت متزوج يومية يعني مثل اي شغلة تانية تطلع الصباح وترجع المساء وهي بيكون راتبها حوالي 2300 ل2500 يورو وفيك اذا كنت عزابي تشتغلها اسبوعية يعني تطلع الاثنين وبترجع يوم الجمعة هيك بتطلع دول الاوروبية التانية بتوصل عليها حمولة وبتجيب منها احمولة وهي بالتأكيد بيكون راتبها افضل بكتير فبيبدأ من 3500 او 4000 يورو واذا احتشت اي معلومات حولها في شاب سوري بفرنسا اسمه لأي بيشارك يومياته وخبرته كسائق كميون بها البلد وبجاوب على جميع الاسئلة اساسا هو اللي شرح لي كل هالشرحانها عنده خبرة فيها وكان يشتغلها حتى قبل ما يجيع فرنسا وبقول انه بالنسبة له ما فيها سلبيات ابدا وحتى شبه هالمهنة هون بمهنة الطبيب ببلادنا يعني شي مرتب اما المهنة التانية لجمعت الاسواقه فهي الفتيسي يعني اوبر بولت الى اخرهي شبيه البكسي انك تاخد طلبات توصيل عن طريق الموبال وتروح توصلهم لتشتغل هالشغلة لازم يكون عمر شهاتك 3 سنين على الاقل ويكون سجلك القضائي انظيف وما بتعني من مشاكل صحية تمنعك من الاسواقه بتعمل بعدها فغماسيون تحضير للفحص بيستمر من 50 ل 300 ساعة حسب المركز وبعدين بتعمل فحص لازم تنجح فيه حسب معظم اللي عملوه بعد الفغماسيون بيقولوا انه ما له كتير صعب يعني شي سهل بتنجح فيه بسهولة بعد ما تنجح بتزبط اوراقك وبتبلش شغلك الحلو بهالمحنة انك بتشتغل امتى ما بدك الا اذا اشتغلت عند حدا او مع حدا فبتشتغل امتى ما بده وراتبها بيختلف حسب قديش بتشتغل كم ساعة بالله نهار امتى بتشتغل بالنهار ولا بالليل واكيد وين بتشتغل لكن عموما بيقولوا انه بيصلك صافي بالاخير بعد مصاريف السيارة ومصاريفات بين 2000 و 3500 يورو وفي المواقع نقلة ارقام اكبر حسب المدون بتشتغل فيها فاذا كنتوا بتشتغلوا بهالمجال اكتقولنا لو سمحتوا اذا هالحكي صحيح او لا وحكونا كمان رأيكم بهالمهنة والافضل من الفتيسي لسه هو انك تشتغل تكسي تقليدي طريقها اصعب لكنها بالنهاية افضل واربح وعملنا فيديو كامل مع صائق تكسي بباريس حول هالموضوع وخلونا نبعد شوي عن الاسواق ونروح لشغلات نوعا ما نسائية الاولى خاصة بالنساء فينا نقول لكن الثانية شفت نساء عم يشغلوا فيها ونين الاغلبية وشفت الرجال بنفس الوقت الاولى ممكن تشتغليها من بيتك وهي العناية بالاطفال او الاسستانك متغنيل يعني راح يكون فيه اهل بيشتغلوا ابنهم صغير لسه على المدرسة فبيحطوه عندك وهون وظيفتك بتكون انه تعتني فيه كأنه ابنك يعني الطعميه تنطفيه تسليه تلعبيه تنيميه هيك ليجوا الاهل من الصباح للمساء انتي بتحددي الساعات اللي فاضي فيها والاهل بيحددوا الساعات اللي بتناسبهم وطبعا خلال هالوقت ما فيك تستابلي ضيوف ولا تمسك الموبايل ولا تشغلي لهم التلفزيون وبيتك لازم يكون واسع لاستقبالهم لهيك انك تكوني بتحبي الاطفال فقط ما بيكفي له المهنة لازم كمان تكوني قادرة تعتني فيهم لنهار كامل وبنفس الوقت يكون بيتك مجهز لهالشي ولتقدري تشتغلي فيها لازم تعملي فورماسيون سي ابي او تيتخبخو وفيه عدة طرق تانية لكن طولها عموما سنة على الاقل طبعا كل ما عملنا فورماسيون اوسع واطول كل ما كانت فرصنا اكبر وراتبنا افضل بعد الفورماسيون هيك عموما القاعدة اما راتب هالشغل فبيختلف كتير من امرأة لاخرى ومن منطقة لاخرى وحسب عدد الاطفال اللي بنسمح لك باستقبالهم ببيتك عموما كل ما زاد الطلب عليك بشكل خاص كل ما بتقدري ترفعي اجرتك وكل ما قل كل ما لازم تنزلي الاجرة انا بمدينتي مثلا كان في حدا يطلب 3 يورو 25 سنتيم بالساعة عالطفل وحدا عم يطلب بنفس الوقت 8 يورو عالساعة يعني اكتر من الضعف فكل حدا حر بتكاليفه حسب اقبال الاهالي عليه وعنايته باطفالهم وحسب لما يدخلوا عبيتك كيف رح يشوفوا البيت هاي رح يشوفون ضيف كيف رح يشوفوكي كيف رح تتعاملي معهم كيف رح تتعاملي مع طفلهم وحسب خبرتك كمان اكيد بتلعب دور هلا اذا ما بدك تشتغلي ببيتك او كنت رجال وحابب تشتغل بمجال قريب على هالشي ففيه طريق تاني كتير سهل اله وللجنسين وهو البافا خلال شهرين فقط ممكن تعملوها وتحصلوا على شهادتها وبعدها ممكن تشتغلوا بالسندخ الوازيغ او الروضات او المدارس الابتدائية تعملوا انشطة للاطفال وتستقبلوهم وهيك وهذا الشغل كتير مطلوب بفرنسا ودائما فيه نقص اما بخصوص راتبه فبيقولوا انه صافي الراتب بعد الحصول على هالشهادة بيكون حوالي 1600 يورو بالشهر واذا عندكم اي اضافة او معلومة تانية حول اي مهنة ياريت تكتبوها بالتعليقات واكيد في مهنة تانية يمكن افضل ويمكن انسب بالنسبة لكم لكن انا اخترت اكثرها شمولا والاعمال اللي ممكن تشتغلها تقريبا بكل فرنسا كل شي تفاصيل وروابط مهمة بتلاقوها بوصف الفيديو واذا ما لقيتوها فاطلبوها بالتعليقات ولا اشوفكم في فيديوهات جاي لا تنسوا المتابعة كنت معكم انا عمر كوكاش سلام